هو بالفعل تحقيق ما يسحقش تسفيق في البلاتو لكن يسحق كلام والكلام ما يكفيش وصفوا الوصف شفتوه وأكيد وضعية صعبة ووضعية كارثية وهذه عينة على ما يعيشوا الشباب في عديد المناطق داخل الجمهورية هدف العاصمة بأحواز العاصمة خمسة تقريب كيلومتر على العاصمة في منطقة سكنية فيها أكثر من 200 ألف سكن سامير كانت فمهن نقاط موضيئة قبل الثورة ماروليزمون والتي هو نقاط سوداء للالتقاء وربما للمنحرفين وللمشاكل وللإجرام تونس قبل الثورة كانت تونس أخرى والشباب اللي خلطت على الثورة هذومة كان عمرهم عشر سنين توا عمرهم 23 سنة في عز الشباب متاحهم ما راوش تونس الحقيقية تونس الباهية تونس الموذيئة تونس الأمن كي تخرج ما ثلاثة متاع الصباح على سقيك ما تخاف من حتى شيء تغيرت المعطيات توا إيه عملنا ثورة شنو شنو قعد وغادي 13 سنة عندها الثورة توا شعملنا في 13 سنة هذومة الانحضار 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 إلى متى وين مشين منشآتنا مشات ملعبنا مشات ظروف نمشات طرح ما معناها عادل منشآة رياضية منشآة رياضية أنت المنشآة ولا ثقافية بيش تحمي الشباب هذومة تحميها ما شنوة من الانحراف ومن المشاكل تربح على كل مستوات الفكر بتاع المجتمع يرتفع الصحة ترتفع لأنه الإجرام والمشاكل هذومة ينعكس على كل شيء على حالتنا الاجتماعية وعلى الصحية وعلى الاجتماعية وعلى كل شيء وبالتالي إلى ما تحنا قاعدين نشوفه في الأشياء هذومة يا عادل شيء أسف بريمان معناها أحنا كشعب تونس نحسوا على بلادنا كيفاش وليت لتموه نياجم بتاع الناس هذا الوليدات الصغار يتكلموا يتكلموا وقال لك ما نحبش على الطالب زينة ما نحبش تشتلم في الطالب زينة نحب تعطيونا حلول تعطيونا الحلول أحنا منواجبنا بش نوري وصولها كما هي ولكن القرار ما هوش بيدنا نحنا القرار رأوا بيد الناس اللي عندهم القرار وبالتالي الانحدار هذين يجب نوقفوه والنزيف هذا يجب يقف ويجب نبدأ ونخدموا هالبلاد هذين عمار سمير قال شيء أسف لكن الأسف واحده لا يكفي هذه الصورة الحقيقية لما يحصل اليوم في تونس شيء بصراحة يحزن القلب المفروض أنه أنا شخصيا كان جيت مسؤول في الدولة أول حاجة نعملها الساعة نمشي لما نتقذومه باش ما يكثرش فيهم الإجرام وما تكثرش فيهم تشوف فيه أنت وليد عمره ثمانية سنين قال لك أنا يقول لنا أعطيني شوية حل قال لك النجم اللماني ونعطيه من جيبي معناه وريك الناس أني رأي ما تحبش أن تمشي للانحراف ولكن أنت كتخلي له دار ثقافة ولا دار جامعات تخلي هالو هكا يسي نرمال لأنه باش يحب باش يمشي تكيف باش يعمل سيجار باش يتخب على أمه باش يمشي لها أنت دي جاد دولة إذا كان أنت تخلي لهم ذوما الشباب ذوما وناس صغيرات ذوما تخلي لهم أنهم هما باش يمشيوا يفزوا باش يمشيوا ويدخلوا غاديك ليبيا صارت فيها حرب طوى فهم أعمار ما زالوا كفتتحوا ملعب ليبيا وإحنا عنا 13 سنين وإحنا الناس يبعونهم في الأوهم وخاصة طن السياسيين الله يهديهم ديما بيعونهم في الأوهم كل انتخابات تلقاهم موجودين غاديك ياخذوا الأصوات ويوعدوهم ومن بعد ما عاش تلقاهم المفروض طوى أنه لازم حل جدري للحاجات اللي موجودين ذوما طوى باش نحيوا الانحراف ونحيوا الإجرام وترجع تونس كما كان بفعل أمان وما فماش بركاجات وينقص خاصة الانحراف أسامة تعليق على هذه الصور الصادمة وانتي قريب للحومة هذه صدقني عادل طوى لوخيان تكلموا ويمكن أنا أقرب واحد للمنطقة هذه أنا عندي عائلتي تسكن غادي في سيد الحسين صدقني يا عادل أركي تمشي تشوف ناس في النهار نوع وفي الليل نوع أولا رأوا لاسقهم معامل فما ناس تقرأ ومبراليل فما ناس منحرفين اللي لا يخليك باش تطلع في المترو مرتاح لا يخليك باش تمشي تقرأ مرتاح رأوا شوف سيد الحسين أنا نعرفها مليح يا عادل تقول لي أنت حرقوا في الثورة أوكي حرقوا في الثورة يتوى أننا عنا 13 سنة في 13 سنة أنت المبنى هذا تنجم تدهن وتعاود جد وتعاود تراجعوا كما هو يعني المسؤولين لغاديك صدقني يا عادل لم وبالاة على قلب المئة من الف دينار تحط في الحديد متاع السادس مثلا رأوا مثلا صلحوا بها المنطقة هذه تو هي البنية اللي قاعدين نشوفوا فيها هي دجا مبنية يعني كانت نجم تنظفها وتدهنها وترجحها كما كانت هاي مبنية لعروسة من رجلين صدقني يا سمير تمشي غاديك قلبك يغم عليك رأوا موليدات رأوا ما عندهم حتى شي ديار ديسقى بعضها كياس خايب ما فما حتى حتى حاجة أنت بيش تخرج نهار السبت عشية وأنها لحد في سيد حسين ما عندك متعمل عادل ما عندك لعندك فيو باهية لعندك تيران لعندك در شباب لعندك حتى شي ولذلك ونحكي بحكم عندي عائلة تسكن غادي عمتي تسكن غادي رأوا صدقني شيء أسف ورأوا فاها ناس قارين فاها ناس خرج الطب فاها برشا ناس يعني نضاف لكن ما لغز ما اللي لهين غاديك بلتي ربي مثلا مثلا وكان ينجم بادرة منه ينجم يا سيد حسين كبيرة بلتي كبيرة حسين يركع در شباب بادرة منه مثلا نقتراح من عمار بلتي ركع در شباب والله يا عادل صدقني لو يتلهوا بالمنطقضية ربش يكتشفوا فيها برشا حاجات وبرشا ناس فنانين على لاعبين على كل شيء إن شاء الله ربي معاهم وإن شاء الله للهين غاديكا بالبلديات وبدأنا يفقوا شوية يلا كلمة كلمة رضوية أنا يظهر لي وقاية فاعل معادش وقت كلام فقط لازم المسؤولين يهبطوا من الساحل العاج متاعهم ويهبطوا من الأبراج متاعهم ويشوفوا البلايس هذه وخاصة يلقوا حلول لأنه ينجموا حتى بعلاقاتهم الخاصة يمشي لهم دفير منها يمشي لواحد معناتها عنده مقدور كذا أخويا إيجا تكفل لنا بالمدرسة الفولانية بدار شباب بدار ثقافة رغم هذو ما كانوا يتلموا فيهم صغيرات وما خفية كان أعظم لأنه فريمو أماكن كي من هذه اللي كان بشي اللي بشي يعمل لك سيجار ولا بشي يتعلم لك الفساد ولا البركاج يقعد غادي ويتعلم اكتيفيتي وفما المواهب كما كنت أحكي الحاجة الأهم من هذه ارتفاع نسبة العنف في البلاد راهي نتيجة مباشرة للأهمال هذية وللمظاهر اللي نشوفه فيها الأهمال والنسيان تعليقك هو عادل يعني بصراح كتسكر له دار شباب كما لك في منطقة كما سيد حسين اللي فاهم 250 ألف ساكن والشباب معناها ما شاء الله غاديك حدثوا لحرج هذه مش دار شباب هذه دار الهلك لأنك تسكر له وانتي دار شباب كما هك يعني خلي نقول لها يعني برمشي اسرق برد كيف الكوكا برد كيف الزطلة برد براكي بعد ذا يكون شوية يساوي هذه قراءتك هذه قراءتي أنا أنا والتحوم الشعبية ود الكرم دونك يشابوا لبعضهم شوية دونك بعد ذا يكون يساوي الحبس برشا شباب اليوم نتيجة معناها قرار متاع مسؤول عدم الموبالات سكرك البلاسة ذاك نستعلم فيها من يحوم عليها وما يحوم عليها والشباب قاعد إلا من رحمه ربي وفهم الشباب مطردين وفهم الشباب اللي غالب ويخدموا مسبح للليل و trials هذه البيئة الثالثة هذه البيئة الثالثة التي تشارجها الشاب كيف يشاركها فيها وما هو الأجوال التي فيها وما هو الأنفرار سورا التي فيها وما هي الملاعب وقاعات التي يمشيها مثل الرياضة ودور الثقافة ودور الشباب كانت تلعب دور كبير في أنشطة ثقافية شبابية رياضية وغير هامين كامو الشعيب نقفو دقيقة صمت ولا لازم كامو الشعيب نقفو بكلنا دقيقة صمت على الربورتاجة ذي ما زلت في شتاق برشة على الضربة خليفة فضيحة معناتها أنا نحب نعرف المندوبين متع الرياضة ومندوبين الثقافة والكل معناتها يرقد وجههم النوم كشوفوا الشيء ذي يتبنون فلوسهم عن تشاريهم كما قال سمير متع السنوات الأخيرة رأي شوف الشاب الدولة لازم تفهم أنه رأي الإنسان والشاب رأي عنده جزء مهم في تربيته مش كان العائلة تربي حتى الدولة تربي كيفاش تربي وقتها تعمل فضاءات تخلي الناس هذو ما تفجر فيهم التقاطم تعمل تمشيش للثناء الأخرى أما أني قلت لك رأي توا تونس الدولة التونسية جات في وقت مفصلي أنه رئاسة الجمهورية لازم تاخذ كل شيء في ديها ولازمها هي لتحط أيديها على المشاريع هذه خطر كامو ما زلنا بش نعملوا على البروتوكول العادي رأي ما زلنا بش نستناهوا سنوات وسنوات وسنوات